نلعب بقى لعبتنا اقول لك اسم وقل لي رسالة او كلمة او رأي حسن شحاد لا قيمة كبيرة ومدرب عظيم وقل جمع اه صخرة عصام الحضر اه عظم يعني عصام اسطورة والانجازات اعظم حارز جي في تاريخ مصر عماد متعد هداف وانا عماد ان انا محبه على المصور الشخصي محبه جدا وهداف كبير طبعا عمر زكي عمر في اخر 15 سنة من احسن مهاجمين يجون في تاريخ مصر لان عمر بالنسبة لي لما اللعب معي سواء في المتخب او في زمالك كمان ما يحسش بعمر اللي بلعب معي لأ مهاجم عنده امكانيات مش متوفرة في مهاجم فهايل عحمد حسن لا يعني العميد بتاعنا ده وحبيبي كل يوم معي وبيحبه جدا واتمنى ان اللقب ده يبقى معاه على طول اللقب العميد ده وما حدش يوصل له ان شاء الله حد كان يقدر ياخد الشارة من احمد حسن ايه حد كان يقدر ياخد الشارة من احمد حسن لا حتى لو هو ما اخدش الكابتن ما حدش يقدر معاه صاحب الشارة وصاحب الكورة لا بص على الفكرة شارة الكابتن منتخب دي مغرية جدا على الفكرة وشرف كبير وشرف كبير ومغرية جدا طبعا لما يجيلك حقك طبيعا لكن بزبط لكن لازم المواضيع كلها كلها تمشي بزكاء صح لو مش بزكاء هتريح نفسك ومش هتعمل مشاكل والدنيا هتبقى هادية والاجواء انت عايزة تبقى هادية فما ينفعش تصدر مشكلة ميدو ميدو اتمنى ان التوفيق مع النقصة من الناس اللي انا بعتذيبها جدا وبحبه جدا عكس ما كان طالع قبل كده اه كان فيه دائما الكلام ان انتو بحبه جدا بحبه جدا شكبال شكبال حبيبي من اول ناس وقفوا معايا في الزمالك واكتر واحد كان صاحبي وانا في الزمالك ومن اكتر ناس كانوا قريبين مني بتمنى السنة دي شكبالة ياخد بطولة افريقيا مع الزمالك ياخد دور مع الزمالك عشان شكبالة يستاهل حزم امام اكتر واحد حبيبني في الكورة ومن اكتر ناس بحبه في المجال والدي كان بحبه جدا بعشاؤه وانا حبيته من حب والدي لي ولما تعاملت معايا ولما دخلت الزمالك وكنت متمرن معايا وبالعب معايا لا كنت ساعد جدا بوجودي مع حزم امام طبعا ساعد بوجودي في زمالك اكيد وجمهوره لكن ان انا الحق على حزم امام ولعب معايا كان شرف ما بعضه شرف يعني يمكن من احسن حاجات حصاريتك في زمالك ان رابته مع حزم امام طيب اشتركوا في القناة